موسيقى مشاهدينا اهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم لقاء معاي حلقتنا النهاردة هنتكلم عن جمالك شعرك وبشرتك هنتكلم عن فوائد البروتين والفلر للشعر هنتكلم عن كل حاجة خاصة بجمالك هلات السودة بقى كل حاجة انت بتدوري عليها يا حوى هتلاقيها معانا النهاردة في حلقتنا هنتلع فاصل صغير ونرجع لكم تاني موسيقى وارجع نلكو تاني بعد الفاصل النهاردة يكون معايا ضفت اللي منوراني ومشرفاني النهاردة دكتورة الاستاذة اميرة امر هتكلمنا النهاردة عن كل حاجة خاصة بالبروتير والشعر والبشرة تعالوا مرحب بضفتي اهلا بك يا اميرة اهلا يا ايه نوراني النهاردة اهلا بنا يخليك حاببت عايزينك بقى تعرفين عن نفسك يا اميرة وتعرفين نفسك يا اميرة وتعرفين نفسك بيك وبمجالك اه مبدايا كده انا اميرة امر من منوفية اه تحديدا قوسنا اه الحمدلله يعني اللي وصلت له ده وصلت له اه اه في وقت صغير قوي اه معاكي شهادات ايه اميرة في معايا دولون متوسط بس اذكرت وعملت كورسات كتير والحمدلله خدت في البشرة والشعر والمقروب اللي دينك جميل جدا طيب دلوقتي اميرة عاوزين نعرف منك لو احنا عندنا مشاكل زي السعلابة وحاجات اللي هي فرغات الشعر وكده هل الدرما بن طبعا انتي عارفة ازاي الدرما بن حلوة جدا مفيدة للبشرة اكيد طيب لكن اكيد اكيد لها يعني كمان علاجات للشعر عاوزينك تكلمين عنها بخصوصا للسعلابة هي الدرما بن بتعالج السعلابة بس هي ما بتعالجش الفرغات اللي هي بتبقى وراسها الشعر اللي هو بيبقى طبعا وراسها ما بيطلعش تاني انما الدرما بتعالج اللي هو السعلابة للتساقط لو من ناحية البروتين من ناحية التساقط اللي هو الطبيعي فرغات الشعر النفسي يا اميرة انتي بتعالجيها ازاي عندك في السنتر؟ بالدرما يعني كم جلسة يعني انتي بتستخدميها عشان تجيب معهم نتيجة كويسة؟ اكيد اوه كم جلسة؟ من ثلاثة لستة من ثلاثة لستة جلسات عشان تجيب معهم نتيجة كويسة؟ طيب برضو السعلابة بتاخد وقت كبير؟ من ثلاثة لستة برضو طيب لو انا دلوقتي عندي مشكلة في شعر لو خشن او مجعد انت زاي بتستخدمي البروتين على الشعر؟ وهل طبعا كتير بنسمع ان البروتين بيوقع على الشعر؟ والحاجات دي انت بقى تنصحيهم بايه وبتستخدمي الزل؟ هو البروتين ما بيوقعش الشعر هو التطبيق بتاعه هو اللي بيوقع على الشعر يعني المفروض ان احنا بنختار السنتر كويس او الحد اللي موصوق فيه ان هو يشتغل بروتين لان البروتين بتاعنا هو عمتا بتبقى يعني مادة كويسة هو تطبيق هو اللي بيوقع على الشعر ودي سمعة من الناس اصلا اللي ما بتعرفش تطبق البروتين فاحنا مش هنجيب ان احنا التطبيق بتاع البروتين ان احنا نوقع على الشعر نروح لحد مش موصوق فيه ونرجع نقول ان هو وقع علينا شعرنا وكلمنا كله طيب هو فيه حاجه معينه بتنضافه على البروتين عشان بن اه اكيد فيه فيه اللي هو الفلر المعالج بنضيفه للبروتين يعني انت لما بتجي عندك في السنتر بتعالجي الشعر الخشن والمجعد بتعملي ايه بالزبط بتطبق البروتين على الفلر عشان نجيب نتيجة كويسة انا والله كل شعر بيجيلي انا بشوف الشعرين نفسها فيه شعر بيحتاج بروتين فيه شعر ما بعملوش على الفلر فيه بوتيكس يعني كل شعر قدام هو اللي بيحدد استخدم له ايه ما يجليش مثلا شعري نعم بس هايش شوية واستخدم له بروتين البروتين بيبقى ايه حامي شوية ما يجيش الشعر مثلا نعم بس هايش استخدم له بروتين وحرقه اكتر يعني لازم تكون الشعراية خشنة جدا جدا عشان تقدر تعمل لها البروتين طيب انت بتستخدم البروتين يعني المفروض انا كواحدة هاجي اعمل بروتين استخدمه كم مرة او اعمله كل قد ايه هو بيتامل كل سنة فيه فيه ناس بيتاملوا من ست شهر بس هو لما بيبقى تطبيقه كويس بيستخدم يعني ممكن يعني دي طوله لحد سنة حد ساعة سنة سنة او طيب دلوقتي اوزين نمشى علي الروتين حلو في البيت لشعرنا هل في فرق بين الروتين اللي بنعمله في البيت والروتين اللي بيعمله السناتر ومراكز التجميل للشعر هو اكيد السنتر بيختلف عن البيت زي بالظبط ما بنتعامل مع بشرتنا كده هو ينفع ان انا حط مي كاب واخرج بيه وما ارجع شخص لوشي هو اللي بيجي يعمل بروتين في دماء وان هو كده الموضوع خلص لا بالعكس هو الموضوع كده لسه يعني ايه بيبتدي انه هو يعني انت كده خلاص الموضوع مخلص انت بيجيلي وبتاخدي طبعا مجموعة العناية بتاعت الشعر بتمشي عليها بتيجي البروتين مش معنى ان انا عملت بروتين خلاص الموضوع بالنسبة لي خلاص بالعكس انت العرق بتاع الشعر ده لازم ان ليه عناية بعد البروتين الاتربة الحاجات دي كلها الدخان الحاجات دي كلها عامل بتأثر على الشعر فلما بتجي السنتر بقى احنا بنتعامل معاه بنعمل الترميم ده وان بنعالج به بنعمل حاجات تانية يعني موضوع مش موضوع بروتين وخلاص طيب امال ايه الحاجات اللي مفرد انت بتمشي عليها كاروتين ليهم غير البروتين الترميم بس يعني مفيش حاجة تانية غير الترميم بتاخد بقى المجموع اللي هي العناية بالشعر طيب دلوقتي اميرة عوزاني تنصحينا لما يكون عندنا تساقط في الشعر نجري جاري نروح لدكتور ونتابع معاه ولا من اهتمامنا احنا هنقدر نساعد ان احنا نقلل من التساقط اولا التساقط بيبقى لها عوامل اشوف الاول التساقط ده انا تكتقيه يعني هل مثلا التساقط ده وان اشرة اناميا بيبقى يعني كذا حاجة التساقط ده يعني انا مثلا عملت تحاليل ما عنديش اناميا ما عنديش يعني لازم نروح لدكتور يا اميرة عشان نشوف الاول عنديش اناميا او لا اعالج ما عنديش اناميا ما عنديش حاجة بارجع باشوف فيه اشرة في شعري طول ما فيه اشرة في الشعر فيه تساقط طيب نرجع لحدة الاشرة بقى انت بتعالجيها ازاي وهل ينفع ان احنا نستخدم البروتين او تعملي بروتين وشعرنا فيه اشرة لا اميلا بقى عالج الاشرة الاول وبعد كده بقى بشتغل بروتيني يعني لازم الاول عالج التساقط او طول ما فيه تساقط ما عملش بروتين لان طول ما فيه اشرة في الشعر فيه تساقط وانا كده بدمر لها شعرها مش بعالجه طيب كتير مننا بنستخدم مع استشوار والبيبيليس والحاجات دي هل هي فعلا بتقلل من نمو الشعر كتر استخدمها لا هو كان السؤال هو خلط هو المكوى والاستشوار ما بيقصروش على نمو الشعر فيه بس اكيد كتر الاستخدم هي وينشف الشعر مع كتر الاستخدم هو بيدر الشعر هي نفسها الاستشوار والمكوى بيدر الشعر هي نفسها فالكتر المكوى والاستشوار مرة في مرة بي قل من بيضعف البو lazımر بالشعر فبيتلفها يعني الشعرية لو فيها مثلا زود 50% بتدت بقت 20 بقت 10 خلاص كده الشعرية نشفت هو بيديك اللافويلم الحلو اللي هو في الأول كويس شكل المنظر بس الشعرية بتضعف وبتبقى يعني بتبوز معنا طيب والمفروض ان احنا نستخدم الاستشوار او بيليس كل ادي هو الناس دلوقتي عامة حاليا بيفضلوا البروتين يعني لما انا رح اعمل البروتين عند حد ما وصوك فيه وعملته بطريقة يعني كويسة هيقعد معايا سنة كويس وشعر كويس انما لما اعمل بقى استشوار ومكوة هيعمل اكيد ان انت يومين تلاتة هتخسل شعرك هتضطر كل يومين تلاتة تعملي استشوار ومكوة فانت كده بتتليف الشعرية نفسها طيب والمفروض نعمل ايه اميرازيوت معينة نستخدمها او كريمات معينة نستخدمها والله بقى هو لو انا هختار المكان المناسب هعمل بروتين هعمل فيلر هعمل بوتيكس وبعد كده هستخدم مجموات كويسة هنال الشعر هستخدم كريمات كويسة برضو وموصوك فيها انما هبعد عن الاستشوار والمكوة خالص طيب اكيد لكل نوع شعر نستخدم له حاجة معينة يعني مثلا لو شعر جاف نستخدم له زيت ولا كريم لو شعر مثلا دهني لو شعر مثلا عادي انت تنصحينها بايه برضو زي ما قلتلك ان كل شعر بياخد حاجة معينة يعني الشعر الجاف لحاجة والشعر اللي الدهني مايجيش مثلا شعر دهني جايلي اقولها استخدم كريم لان طبقته اصلا بتبقى يعني فيها زيوت اوك 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 الخفيف اللي الضعيف ممكن ده اللي ممكن تستخدم مثلا كريمية تستخدم فازلين الحاجات اللي هي الطبية كويسة طب لو الشعر الجاف الشعر الجاف بيبقى بقى بقى بخلط بحط الفازلين على سيرم بس يكون حاجة برضو موصوك فيها طبية في ناس بتستخدم زيوت يا اميرو الزيوت بس يكون اللي هي عالبارد اللي عالبارد او ليه بقى هو انا يعني من الفترة اللي انا اشتغلت فيها يعني اعرفت ان هي الزيوت انواع فالزيوت اللي هي عالبتبقى على البرد ديان بتبقى يعني فيها فايد اكتر وفيها فايدة للشعر اكتر بس طبعا كل شعر مننا بيفرق طب انا لو عايز اعمل حمام زيت يبقى لازم تكون مثلا شعر يكون له يعني نوع معين بزبط علشان اعمل حمام زيت بزبط طيب انا دلوقتي لو عايز استخدم فرشة معينة شعري تنصحينا باي فرشة مناسبة للشعر فيها مثلا الفرشة الخشبية افضل حاجة للشعر ما بيبقاش فيها اللي هي الشحنة الكهربائية المشاطة اللي هي اللي بتبقى البلاستيك بتبقى فيها زي حتى تسمعي فيها وانت بتسراحي بها كده بيبقى فيها زي تكتكة كده او ترقع او صح دي اللي بتبقى الشحنة الكهربائية دي بتبقى تضر الشعر فدايما ننصح ان الفرشة الخشبية بتبقى افضل حاجة للشعر يعني عشان خاطر ما تتفعلش مع الشعرية تبدأ تعمل تساقط وتأثر على شعر طريقة دايما يقول الفرشة الخشبية او اللي مشاطة الخشبية هي افضل حاجة للشعر طيب قبل بقى من خلص كلامنا عن الشعر انصحينا بقى نصيحة حلوة الناس تتعامل بها مع شعرها كويس والله هو الاهتمام اولا بالشعر يعني دايما اهتم بشعري زي بشرتي بالزبط يعني ما اخسلش شعري ولفه واربطه وانم بيه ما لف الشعري دايما عشان رحت الكامكامة بالزبط كده ما لفش الشعر مخسلش شعري وافضل قلو فيه باشوف كده ناس يعني انا ناس عملوا عندي شعرهم وبص الاقيهم جايين اللي بعدها بكام يوم لفين شعرهم لوينه كده وحطين تواك فيه ومشان تم انتي مكلفة ودفع فلوس عشان يعني الحاجات دي كلها طبعا بتقطم الشعرية بتتلف الشعرية بتعمل ريحة للشعر مش خلوة يعني المفروض ان انا غسلت شعري بسيبه يعني عشر دقيق بالزبط يتهوع يبقى كده يعني عشان الريحة طيب اميرا احنا المفروض نغسل شعرنا كل كام يوم كده في الاسبوع والله انا يعني هوق مرتين في الاسبوع كويس جدا بس الناس لشعرها دهني مرتين برضو هتبقاش مرة في الاسبوع اول على الحسد طبعا هو انا بفضل يعني حتى لما الناس بتجي عندي بقول لهم ياخدوا المجموع ما تتمشي على الشامبو يوم واحد في الاسبوع حبت بقى تستخدمه مرتين او ثلاثة او بعد كده بتستخدم السير البتادة الحمام الكريم مرة البلسم مرة اي منتج انما هو الشامبو بيبقى مرة واحدة عشان ننظف به الفروة الشعر بس طيب يا اميرا احنا بالنسبة للشعر برضو نركز عليه شوية شوية اهم حاجة الشامبو اللي هنستخدمه لازم يكون شامبو طبي ولا مش شرط هو الشامبو لما بيكون يعني حاجة معروفة وموصوك فيها بيبقى افضل طبعا بس لازم يكون طبعا خالي من السلفات والبرابين ده اكيد ما هو عشان كده احنا بنقول ان احنا نجيب للحاجات دي موصوك فيها مش اي حاجة نحطها على شعرنا ومش اي حاجة نحطها على وشنا هو المجموعة العينية اهم حاجة من بعد موضوع من انا اعمل بروتين او يعني ده اللي بيعالج الشعر طيب اميرا نرجع بقى للبشرة اي عاوزين انك تقول لنا انواع البشرة لان في ناس كتير متعرفش نوع بشرتها ايه وعاوزين تركزي بقى البشرة الحساسة شوية لان طبعا كتير بيعانوا منها والله انا اول واحدة بشرتها حساسة او مثلا البشرة بتبقى انواع البشرة اربع انواع حساسة ودهنية ومختلطة وجفة وعادية برضو وعادية يعني هي الحساسة بيكون مرتبطة شوية مع الانواع ممكن تكون بشرة دهنية وحساسة ممكن تكون بشرة يعني جفة وحساسة مش شرط تكون يعني متن الحساسة دي ممكن مع جماعة يعني في ناس ممكن تعمل شامع وبص تلاقيه شي حتى لو هو دهن تلاقي يعني طلعت لها حساسة يفوشها وكلام ده كله بتقولي اصلا انا بشرتي حساسة يا الحساسة دي ممكن تبقى ماشية مع الاربع انواع بشرة صح طب تعمل ايه بقى لو بشرتها حساسة والله يا البشرة حساسة متن انا يعني واحدة من الناس بشريتي حساسة وجفة في نفس الوقت هو الروتيني اللي هو اليوم المفروض ان انا اهتم ببشرتي غسيله الصبح وبالليل صيرا كويس يكون معروف اه اطر البشرة بقى طبعا اللي اللي بتبقى حساسة دي بتبقى عايزة على طول يعني انها البشرة الجفة دايما بتكون نكيها قشور في الوقت اللي احنا فيه ده بتبقى محتاجها ترتيب عالي جدا اه فانتي بتقولي لازم ان احنا نهتم بيها بس برا لو هي جفة وكمان حساسة في نفس الوقت بس بقى عاليكم فهناها بصراحة والله ايهو الزيوت اللي هو السيرام بس اختر السيرام يكون طبعا كويس دي اهم حاجة ابعد عن السيرام اللي في زيوت عشان طبعا بيلم اتربة وبيلم بلوي كده في البشرة فاختر السيرام كويس وماركة معروفة برضو طيب اميرة انا المفروض لو هصحى الصبح عاوز ابدأ اهتم ببشرتي وقبل منام برضو عاوز اهتم ببشرتي ايه اللي عاملو الصبح و ايه اللي عاملو قبل من ايه؟ هو الغسيل الصبح بالغسول بتاعنا طبعا يكون طبعا كل واحد بيجيب الغسول اللي هو مناسب لكل بشرة بغسله بالغسول وبعديها برطب البشرة كويس وبشوف ناس كده تجيلي تقول انها اساسا لما بتغسل وشها بتدعك وشها بالفوق ده طبعا غلط جدا بتعمل يعني هرتلف البشرة المفروض ان انا بنشف البشرة بالتبطبع على البشرة كده بمنديل او بمنديل ده المفروض نتعامل معها زي الطفل البيبي الصغير طيب اميرا دلوقتي كتير مني نعضح طبعا احنا داخلينا على فترة الصيف فصل الصيف ده يعني الشمس بقى وبقع بني ونمش وحاجات كتير او نعمل ايه بقى عشان خطرا نتعافى من التصبغات اللي بتظهر لنا في فترة دي؟ هو الصنبلوك طبعا ده اساسي يعني الواحد بيشيله كده زي الموبايل في الشنطة التصبغات البني دي بتيجي يعني عوامل الاشعة الشمس اللي الجو الاتربة الحاجات دي كلها المفروض ان انا بحتم برضو ببشرتي في الاول وطبعا ما بخروج شي غير بالصنبلوك لازم اكيد او عشان هو اللي هيحميل البشرة والمفروض استخدمه قبل الخروج بقى ايه؟ بنص ساعة قبل الخروج بنص ساعة طيب اميرة دلوقتي احنا كلنا بنعاني من هالات سودا اه صهر بقى بنشرب بنبهات كتير احنا عاوزين علاج وعلاج فتاك يعني مش الاول اشوف الهالات دي سببها ايه؟ ممكن زما انتي ما قلت كده الصهر الكفين بشوف الاول سبب الهالات ايه؟ وبعد كده بعلاجها باجب لها مسلا كلمات كويسة كلمات تمسوب وفي حاجات بقى اللي هي طبيعية وفي الكريمات بس هي مش بتعالج. بتبقى ايه وقتية. يعني احنا لازم من الاول نحنا نهتم ونقلل من الصخور. نشوف الاول سبب الهالات ايه. علشان ايه نبقى يعني الصرحة الهالات دي يعني الهالات دي بتيجى تبقى يعني صهر. كتر شرب الكفين. الشمس برضو الحاجات دي كلها. يعني أنا لما أخرج في الشمس لازم ألبس نظارة الشمس عشان أحمي يعني عيني من الشمس هلات السودا متاجيش وكبير مشربش المنبهات كتير كمان أنا مبدري طب لو بقى هلات ورصية بقى اللي هل ورصية دي هم بقى بتجي يعني على طريق الحقن أو بقى بالكريمة اللي هل مؤقتها تمام طب حب الشباب يا ميره لا أحب الشباب ده موال وموال هي بقى بتبقى يعني ممكن يعني بالنسبة للبنات يعني ممكن بتبقى نتائج لمثلا البرود يعني دهون زي ده في الجسم الشباب نفس الوضع أعالج الأول أشوف إيه وطبعا فيه يعني الطب ما خلاش حاجة ده بوقتي الكريمة بقى ما بتخليش يعني أنت يا أميرة مش عندك في السنتر بتعالجي المشكلة دي بأجهزة أو بجهزة تنضيف بشرة حاجات دي لازم نحنا نعالج بيها نعالجها بس لما بيجي لي حبوب حية يعني أنا أنا في السنتر عندي بعمل تنضيف بشرة لما بيجي لي حد عنده الحبوب عنده حية أنا بيشتعلوش لازم الأول تكون الحبوب دي بتعالجها يعني بيقول له بمشي مثلا على الكريمة مثلا لحد ما الحبوب دي تنشف خالص وبعد كده إيه نتعامل علشان أنا ما ينفعش أشغل الجهاز البخار على حبوب حية طيب بالنسبة للمسام الوسعة يا أميرة مسام الوسعة تعالجها زي برضو بالدرما بين الدرما بين ممتازة بصراحة في المسام الوسعة طيب أنت شايفة أن الدرما بين بتعالج المسام الوسعة وبتدي نضارة كمان للبشرة طيب إحنا المفروض نستخدمها كل قد إيه على حسب الحالة اللي قدام يعني في ناس من ممكن مرتين في الشهر في مرة واحدة في الشهر على حسب الحالة اللي قدام بقدر أقول لها طيب الناس اللي عندها حبوب تلعب فيها دايما كتير كده مش طبعا بتسيب قصر كامل ثوب كده في البشرة طيب أنت تنصحيهم بإيه يا أميرة؟ بالدرما بين برضو؟ الدرما بين يعني أشان أثر الحبوب والثوب اللي بيكون موجود فيه بقى اللي والتأشير وده أنا مش اشتغلتش بيه بصراحة خالص لأنه هو يعني مش اشتغلتش بيه عشان أنه هو صعب لأ علشان أنا لو عالكت 20% اللي قدامي المفروض إنه هو 80% بتهمه وأنا مش واسقة فيه إنه هو هيتعامل زمائي إذي يعني مش هيمشي من قدامه هيتعامل فهيرجع يقول إن هي اللي بوازت لبشرة دي تمام مشاهدين هنرجع فاصل صغير وارجع لكم تي موسيقى وارجعنا لكم تاني بعد الفاصل أمير عايزين نكمل كلامنا مع بعضي تاني مشكلة الرؤوس السودة لإن كتير من أنا بنعاني من نعم ما تقولي ليش يدر مبين الرؤوس السودة دي تنظيف البشرة طبعا إحنا المفروض إن أنا حتى لو أنا مش هروح السنتر بروح في البيت دايما المفروض إن أنا بعمل يعني تنظيف أساسي بخار بقى في البيت أعمل يعني ممكن أنا يعني واحدة مش عايزة أروح سنتر مثلا أعمل بخار وانضب بشرتي كويس قوي هبص يعني هبصة لقى الرؤوس دي أساسا نتيجة إهمال البشرة طيب أمير عايزينك تنصحي المشاهدين اللي يشاهدون دلوقتي البشرتهم والشعرهم يعملوا إيه؟ إيه؟ نصيحة نصيحة ليهم البشرة والشعر؟ الاهتمام طبعا يعني طبعا هو يعني البشرة والشعر أهم حاجة أهم حاجة في الشخص مننا أهتمي بيهم طبعا يعني البشرة الصبح وبالليل غسيلة وتضيف الشعر زي ما تكلمنا في الأول إن أنا ما أعملش ما أربطش الشعرية وأكتمها المفروض إن إحنا شعرنا لي حق علينا أهويه أستخدم له الشامبوات الكويسة الزيوتي كويسة نفس الحكاية للبشرة أنا أضافها كويس وأستخدم لها الصيرة من مناسب ليها تمام بشكري جدا يا أميرا بسطت جدا موجودك معي النهاردة بنا أخليك يا أية الشرف ليا وأنا طبعا سعيدة إن أنا كنت معيك مشاهدينا وكده انتهت حلقتنا أتمنى يا ربكم نالت أعجابكم شوفكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم لقاء معايا اشتركوا في القناة موسيقى